افتتحت صباح اليوم بالرباطة اشغال المؤتمر الوزاري من اجل وضع اجندة افريقية حول الهجرة بمشاركة وزراء وخبراء افارقة اللقاء يعتبر محطة ثانية في سلسلة المشاورات التي كان الملك محمد السادس قد اعطى اشارة افتتاحها في اكتوبر الماضي من اجل تعزيز التعاون بين البلدان الافريقية في هذا المجال وللمزيد حول هذا الموضوع وافتنا زميلة كثومة حصية بهذه المراسلة من مقر وزارة الخارجية المغربية هي المحطة الثانية في سلسلة المشاورات من اجل وضع اجندة افريقية من اجل قضية الهجرة المؤتمر الذي ينعقد بمدينة الرباط يهدف الى وضع اسس رؤية افريقية شاملة من اجل الهجرة ويعرف مشاركة وزراء خارجية افريقيا وعددا من المسؤولين والخبراء الافارقة في الجلسة الصباحية اكد المشاركون على ان المهاجرين الافارقة يهاجرون داخل القارة الافريقية وليس خارجها كما او على عكس ما تروج له بعض وسائل الاعلام الاوروبية وبهذا تعتبر الدول الافريقية الدول الاولى المستقبلة لأكبر عدد او لأكبر نسبة من المهاجرين فئة الشباب اقل من 25 سنة تشكل 60% من الساكنة الافريقية وهو مؤهل ديمغرافي وجب استثماره جيدا من اجل خدمة افريقيا وذلك عبر ادراج الشباب في السياسات المعتمدة وذلك باقناعهم ان المستقبلة يوجد داخل افريقيا وليس خارجها